بين صفوح جبال مونى الشامخة بولاية قلمة تقع مشت الهند التابعة لبلدية بن جراح قرية يعاني سكانها العزلة ما يضطرهم إلى التنقل على الدواب في ذل غياب الطريق ناهيك عن التهميش المطبق عليهم من طرف السلطات ما عندنا كيفاش نمشيه وهي أكثر من خمسين دار ولان هوراني موجود نحسبها بالمستة ونحطها فأكثر من خمسين دار ماش دار واللهناية اللي هم منطقة اللهنية العزلة وشكينا للولي شكينا للدائرة شكينا للبلدية شكينا للرئيس الحكومة فيش تاكيد تخطيك بهم ولا تضيك على رجلك وين هو حتم البهماتهم تقطعوا الحيواناتهم تقطعوا هذه اللهناية القناديل تاوكل فيك والحجار ياوكل فيك وعن هذه كونجات الرأس ما نهدرش وزير الأشغر العمومية السابق عمار غول وخلال وقوفه بالمنطقة قرر تخصيص مشروع لإنجاز طريق في إطار فك العزلة عن مختلف المشات المتواجدة بجبال مونا وهو المشروع الذي تم تجسيده دون الوصول إلى مشتة الهندي إحنا المطلب بتاعنا الطريق ما عدنا حتى نطلبه في الطريق بتاع مشتة الهندي إحنا الطريق رأي المشروع تحارة وممشاش اللي مشارة وما خاطر أو في جهة أخرى والممكن يراه يحبس رأي شكينه لسلطاته كل ما من الوقت يجير الوزير عمار غول رأي مغلطوها الدولة للطريق أخرى بيه بالوالي بس احنا نطلبه في الطريق هذي الطريق هذي رأي مشتة الهندي رأي قاعدة معزولة من الطريق ورأي نطلق الدولة الجزائرية رأي تحل المشكل على المواطنين ما تحلش على الشخص ونطلبه من فضلهم يحلونا هذي طريق هذي الولادنا قاعدة مطيشة رأي عروش رأي ما كانش بقيا كان كثرت منها العربي واحدة 18 كيلو وتبقى صرخة سكان مشتة الهندي مرفوعة إلى مختلف الجهات المسؤولة علّها تجد أذانا صاغية لفك العزلة عنهم